تعال اخدك على النهاردة الاجتماعات في شرم الشيخ وافتتح في خامة الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة الصبح الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الافريقي واللي بتستضفها مصر في مدينة شرم الشيخ محافظة جنوب سيناء تحت شعار تعبئة خد بالك بقى تمويل القطاع الخاص من اجل المناخ او المناخ والنمو الاخضر في افريقيا طيب ايه وقع على الافتتاح النهاردة وقع على الافتتاح انه شاهد مشاركة عدد كبير من السادة رؤساء الدول والحكومات الافريقية الشقيقة جدا والمؤسسات الاقليمية المختلفة طبعا ده بالاضافة لعدد كبير جدا من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من قارة افريقيا وممثلين عن القطاع الخاص الاكاديميين شركاء التنمية من الدول الاعضاء في مجموعة بنك التنمية الافريقي فخامة الرئيس ألقى كلمة نراها أظن جميعا ولا يختلف عليها أحد إنها شديدة الأهمية النهاردة الصبح خلال الكلمة دي طبعا الرئيس أعرب عن تأديره الحقيقي للدور الحيوي اللي بيقوم بيه بنك التنمية الافريقي في دعم قضايا التنمية في القرى الافريقية خصوصا في ظل التحديات الاقتصادية اللي بتتنامع على المستوى الدولي كمان الرئيس أكد على إنه مصر مستمرة في دعمها لدفع جهود تحقيق التنمية الاقتصادية للقرى الافريقية على المستوى الاقليمي وعلى المستوى الدولي الرئيس بالمناسبة تكلم على ضرورة ضخ 200 مليار دولار سنويا لتحقيق التنمية حقيقية بين قصين مستدامة في القرى خلينا نشوف ونسمع جزء من كلمة الرئيس ونرجع نكمل الكلام لا تخف عليكم التحديات المتصاعدة والمتشابكة التي تواجهها دول العالم فمع ظهور بوادر التعافي من الآثار السلبية لجائحة كوفيد نينتين على الاقتصاد العالمي جاءت الأزمة الروسية الأوكرانية والتوترات السياسية الدولية لتضيف إلى المشهد العالمي تعقيدات غير مسبوقة تظهر آثارها في اضطرابات حادة في سلاسل التوريد العالمية وموجات تدخمية جارفة ولقد انعكس هذا المشهد بشكل أكثر قوة على اقتصادات الدول النامية وعلى رأسها اقتصادات دول القارة الإفريقية التي تعاني في الأصل من تحديات داخلية عدة مما يتطلب أفكاراً غير تقليدية للبحث عن حلول تمويلية تساهم في دفع عجلة المشروعات الأكثر الحاحن خاصة في مجالات مواجهة تحديات التغييرات المناخية والتنمية المستدامة ويكفي في هذا الصدد الإشارة إلى حجم بعض الاحتياجات التمويلية لدول القارة لدول القارة الإفريقية تبقى لتقديرات الأمم المتحدة وبنك التنمية الإفريقي ونذكر منها على سبيل المثال للحصر 200 مليار دولار سنوياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 144 مليار دولار سنوياً لمعالجة الآثار السلبية لجائحة كوفيد-19 108 مليارات دولار سنوياً لتمويل مشروعات تهيئة ورفع مستوى البنية التحتية أظن الأرقام بص الأرقام دايماً هتبدو كبيرة ومخيفة بالنسبة لنا إحنا كأفراد ولو إحنا بنتكلم حتى على صعيد دولة طبعاً الأرقام كبيرة 200 مليار و 104 مليار وما إلى ذلك على مستوى القارة الأرقام مش مخيفة ويقدر العالم خد بالك يقدر فيه فرق ما بين يقدر ويريد يقدر العالم يضخ هذه الأرقام كده زي صباح الفل عندما يريد أظن الحرب مصر أسف بعد الشرعالين الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا خير دال دليل وشاهد على ذلك عندما يريد العالم شيء ما بيدعمه أوكرانيا في هذه الحرب بمليارات الدولارات زي صباح الخير وصباح الفل وصباح النور عندما يريد إن أرادوا أن يقفوا بجانب دولة أو بجانب إقليم أو بجانب قر بيعملوا اللي هم عايزينه المسألة أنه لازم يكون فيه إرادة حقيقية بس هناك كمان الحقيقة حاجة مهمة أول العالم يريد أن يتعامل مع إفريقيا بطريقة لا تردها إفريقيا ولا تقبلها إفريقيا ولن تقبلها إفريقيا أو أي مجتمع إنساني راشد بالمناسبة إطلاقا إفريقيا هي قرة العزة والسيادة والكرامة والاستقلال التعدي على أي من المبادئ الأربعة دول مش هيؤدي إلى شيء طيب هل العالم محتاج إفريقيا؟ قطعا بنسبة مية في المية إفريقيا هي القرة الأكثر وعدي القرة الأكثر ثراءة من حيث الموارد القرة تقريبا هي الأكثر ثراءة من حيث قدرات القوى العاملة اللي موجودها فيها العالم يحتاج إفريقيا يحتاجها على كل الأصعيدة كل الأصعيدة مش إنها تتحاول إلى مجرد سلط غزاء خام للعالم لأ إحنا كقرة أكبر وأهم وأكتر تأثيرا من كده بكتير العالم يحتاج إفريقيا حتى سياسيا مسألة الصراعات السياسية اللي موجودة في العالم تخلي إفريقيا جزابة جدا شطرتنا إحنا بقى كأفرقة إزاي نقدر نجتزب هذه الاستثمارات اللي تكلم عليها فخامة الرئيس علشان نقدر ننمو بالمجتمع الإفريقي وبدولنا الإفريقية مجتمعة الفاتورة تبدو كبيرة لكنها سهلة أمام العالم إن أراد بالمحددات بتاعتنا إحنا كأفرقة